السلام عليكم وياكم هاي ثيم اليوم راح اشوفكم شون نطلع هاي الاستدات وطبعا هاي الطريقة تعتمد على شكل الاستد والسن مالته فالطريقة الاولى مثل ما تشوفون قدامكم مجرد الدقة راح ينخلع هنا بالنسبة للبول برنات او الفلنجات تقدر تحرك يمنيس راح تطلع الاستد في حالة ما طلع اذا كان الاستد مقطوم فتجيب لك كدر نفيس والدق طبعا هاي الطريقة ما بيها مشاكل ليش؟ لان هنا الاستدات شكلهن صار انه بي طرف بالبداية ما بيسن فهنا تقدر الدق حتى لو دقيت عليها ما راح يتأذى السن لان السن نازل مسافة تقريبا اقل من سانتين فهذا الدق على هذا طبيعي كلش طبيعي اما اذا تريد تنقلهن وتعيد تستخدامهن ويكون شكل الاستد بهذا الشكل اللي يصير ما بي طرف مثل هذاك فراح نجيب نت يفضل يكون بهذا الشكل اللي يصير بي واشر ملحوم نخليهن هنا نلاحظ هذا الطرف وراها راح نجيب لقمة على قدة ويفضل تكون سودة والطرف الثاني هنا نجيبنا لقمة 21 الطرف ذاكه كانت 11 ف 21 حتى تكون كافية يعبر من عندها الاستد وبعدها راح نجي ندق عليها فلاحظ انه هنا انا جاي يدق انه دقات اخف من على ذاك النوع لان ذاك الشيط ما مهتم لاني ادنا بولبرن قديم فلاحظ بده يخلع ويطلع من مكانه هس هنا انا انت ذا تتسأل هل السن تأذل او لا هذا الجواب هل سنجي ندق نرجع عن ايد الفقرة نفسها والرخي ايضا حتى يصير انه مجال للستد ينزل فلاحظ هسه اخر راح الرخي حتى يصير مجال ينزل لاحظ كل دقة جايبا حتى يشوف انه خمات اذ السن خمات صارك ومشاكل طبعا هي سويتها قصة عنتر وطويلة لكن حتى يكون الصورة واضحة بالنسبة اليك فلاحظ انه دقة ورخي حتى الضربات هذه تتوزع على السنون لا يصير انه الدقة كل يتيفد على مكان واحد ويتأذه فهذه اهم ايضا نقطة فلاحظ هسه انخلاح هذا كل سهولة والبرغي مثل ما قلت لكم هذا صار كامل السن مالتا لحد الطرف مالتا فلا يصير اندق عليه مباشرة من نريد نرجع ان نضبه اكو طريقتين الطريقة الاولى اللي هي راح ندقه هاي في حالة انه عندك مجال وتقدر الدق مباشر عليها دير بالك هم لتروح تضرب الطوبة تأذيها فلاحظ رجع انه الوضع الطبيعي تمام هاي شوية زيادات للتأكد هسه نيجي على الاستد الثاني هنا راح نسوي غير طريقة اللي هي راح نجيب واشرات وراح نجيب نت النت هو نفسه مالتنا طبعا هنا ثلاث واشرات اوخرنا واحد ونرجع نضبهن الواشرات حالي كبار فخليت واحد يمنى واحد يسرح حتى يصير يتوزع علي هنا الضغط هنا راح يكون اسهل اذا انت عندك دريل او تقدر اهم تضبها بيدك وانت هو قوة فنجيب لدريل طاقة واحدة يعني راح كان طاقة ما طاقة واحدة فضعتها الرخي ولاحظ انه قفل بمكانه طبيعي وهذا كان كل اللي عندي وشكرا لكم ولمتابعتكم الفيديو كان سهل وبسيط لكن قلت اسويه بفيديو واحده حتى من شتت هذا الفيديو ما لا تتوضح وانحسن شكرا مستشعرا السحر سفر